يحتلوا الاقتصاد الإسباني المرتبة الخامسة من بين دول الاتحاد الأوروبية كما أن إسبانيا هي إحدى الدول العضاء في بنك الاستثمار الأسيوي في البنية التحدية وفي هذا الإطار رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي سيكون من المشاركين في قمة منتدى الحزم والطريق المقام في بيكين شهر الجري وقد عرب سفير الإسباني لدى الصين منويل فالنسيا عن أمله في تقديم مبادرة الحزم والطريق المزيدة من فرص التنمية لبلاده خلال نوات الأربع الماضية التي تولى فيها مانويل فالنسيا مقعد السفير الأسباني لدى الصين شهد فالنسيا تنمية سريعة في مشاريع البنية التحدية وخصوصا بعد بزوغ مبادرة الحزم والطريق بلادنا عضو في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحدية وتشارك في مشاريعه منذ البداية لذلك نحن نول اهتماما بالغا بمبادرة الحزم والطريق ونتطلع إلى تنفيذها بشكل فعال يرى مانويل فالنسيا أن إنشاء البنى التحتية يعد جزءا مهما من مبادرة الحزم والطريق الصينية وأن أسبانيا تمتلك التقنية في ذلك المجال وأضاف أن هناك فرصا كثيرة للتعاون بين الجانبين بما فيها الاتصالات والاستثمارات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى لدينا خبرات كثيرة في مجال إنشاء المشاريع العامة الكبيرة أعتقد أن مبادرة الحزم والطريق ستجلب فرصا كثيرة للشركات الإسبانية طالما أن السوق مفتوحة بما فيه الكفاية وأشار مانويل فالنسيا إلى أن مبادرة الحزم والطريق التي طرحتها الصين ساعدت على تحقيق انفتاح السوق بشكل فعال وضخ الحيوية من جديد للنمو الاقتصادي العالمي سمعنا الرئيس الصيني شيجين بن يقول في دابوس إنه يرغب في تحويل الصين إلى المدافع عن اتجارة الحرة والأسواق المفتوحة ونحن نتمنى لهذه الأفكار أن تتحقق حيث يمكننا أن نحقق الفوز والنمو المشترك وتوفير أفضل المنتجات والخدمات ونفتح الأسواق المهمة بشكل حقيقي وهو المفتاح لتعزيز النمو في الاقتصاد العالمي